شركة انفينيكس أعلنت عن موبايلين انفينيكس hot 11 وهوت 11 اس وفي الحلقة دي تنتكلم عن نسخة الأحسن والأقوى وفي نفس الوقت ممتازة قصد السعر وهي انفينيكس hot 11 اس فيعني مجرد كتير تعلم ده على طول الطول هنا 168 ملي متر وبعرض 77 ملي متر وصمك 9 ملي متر وبوزنة في حدود 205 جرام والظهر هنا هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك مع وجود 3 كاميرات خلفية وفلاش لد وبدعم تركيب شرح تونة توصر من نوع النانو مع دعم شبكات الجيل الرابعة وبدعم كمان منفذ السماعات التقديدي 3.5 وبنسبة للصوت الخارجي فالصوت بتاع الموبايل دوت بيجي استيريو ودي طبعا حالة ندرة لما بنشوفها في موبايل اقتصادي والبصمة هنا كمان للأسف بتيجي في ظهر الموبايل ودي بتعتبر حاجة قديمة شوية أما بقى بالنسبة للشاشة فانا شف شاشة ممتازة قصد السعر علشان بتيجي من نوع IPS بمساحة 6.8 من 10 بوصة مع نسبة استحواز 84% بدقة FHD بلس ومع كسافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة إضاءة 500 شمعة ومع معدل تحدث عالي واللي هو التسعين هرتز وبنسبة للمسافات الشاشة داية فانا شف شاشة ممتازة زي ما قلت قصد السعر كفاية بس انها موجودة في موبايل اقتصادي تحت 3000 جنيه وكمان بتيجي بمعادل تحدث عالي أما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل بيجي بنسخة واحدة وهي 64 جيجا مع 4 جيجا رام وبيدعم تركيب بطاقة غزن خارجية أما بقى بالنسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة XOS 7.6 مع معالج Helio G88 ومع معالج رسومي Mani G52 وطبعا من ناحية أداء المعالج دوت فده مش معالج الفشيخ قوي بس لما تيجي تفكر فيه في موبايل تحت 3000 جنيه هتعرف ان هو معالج كويس قصد الفئة السعرية بتاعته وبيعتبر من أفضل المعالجات في الفئة السعرية ديت اللي هتسمحها يعني بالزبط في آخر الفيديو أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجيب 3 كاميرات خلفية الأولى بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.6 والكاميرا التانية بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.4 وده يتكاميرا للعمق والكاميرا التالتة للأسف لسه ما فيش معلومات عنها لحد الوقت بس بإذن الله يعني هتلاقه في الوصف وتقدر تصور فيديو بدقة 1440 بسرعة 30 ميجابيكسل أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 وبيجي مع فلاش لده مزدوج وتقدر برضو تصور فيديو بدقة 1440 بسرعة 30 ميجابيكسل وبنسبة ليعني أداية جوتة الكاميرات ديت فالموبايل الحقيقي لسه ما تجربش ما فيش أي حد تجربه لحد وقت تسجيل الحلقة ديت بس من ناحة الأرقام بتقول إنها تديك أداء ممتاز بصد الفئة السعرية أولا عشان دقة الميجابيكسل ممتازة ثانيا فتحة العدسة الرئيسية اللي هي بدقة 50 ميجابيكسل واسعة F1.6 فتقدر تستقبل دو أكتر عن تفاصيل أكتر في الصورة وصورة كمان أوضح في الأماكن اللي ضاء فيها بتكون منخفضة وبنسبة لبقى تقنيات فالموبايل هنا هيدعم الواي فاي وباليتوس من إصدار الخامس ومعهم كمان الجيب اس والراديو أما بقى من ناحة البطارية فبتيجي بالساعة 5000 ميلي أمبير وللأسف مفيش معلومات عن سرعة الشحن السريعة ودي حاجة يعني تقلق شوية بس ممكن أطمنك وقولك إنها بتيجي من نوع منفس شحن طيب سي يعني ممكن يكون كده في حدود 18 وط بس مش حاجة أكيدة لسه وبنسبة للألوان فالموبايل بيكيب 3 ألوان الأسود والأخضر والأرجواني أما بقى من ناحة السعر فهتعلن عنه بالسعر 163 دولار يعني حوالي 2560 جنيه مصري و610 ريال سعودي وهتلقى لأسعار في الوصفة بالدولار وبعد علمات العربية كده أنا خلصت كل حاجة عن موبايل وبنسبة الرأي فيه فانا شايفه إنه موبايل كويس وصد الفئة السعرية بتاعته من ناحة الكاميرات والشاشة والمعالج والبطارية بس سرعة الشحن لسا ما عرفهاش يعني ماشي وعد شوف كمان رأيك عنه في التعليقات بس لايك سبسكريب واتفعل سر الجرس ولو عندك أي شيء سألسبهولي وأنا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم